طبعاً المهربرانات دي بيقول لي احتكاك ده بيفرز دعيبة مميزة وده عشان كده كان من ضمن الاسترازجية اللي كانت انشاطة وضعها الأكاديمية والحمد لله ماشينا على خطة مش هقول سابت خطة مرتفعة الحمد لله في الأكاديمية النادي الأهلي قبل ما أقول رسالة لازم أقول كلمة واحدة لكل عيد لازم يكون عندك هدف وتؤمن به واشتغل عليه وأنا بقول لك هتوصل بدون هدف عمرك ما هتوصل حط هدف واتعب تشغل عليه صدقني هتوصل وهتبقى حاجة كويسة أكاديمية النادي الأهلي على فكرة في نادي سينزو دي أكاديمية في نادي سينزو نادي طبعاً زي ما انتوا شايفين كده نادي عالمي والأكاديمية هنا طبعاً بتضم لعيبة يعني من جميع أنحاء العالم يعني عندنا لعيبة أجانب موجودين عندنا لعيبة من كل مكان والحمد لله هي طبعاً يشرفني أنا شخصياً أن أنا أكون مدير أكاديمية النادي الأهلي بشكر الكبات وأتمنى أن احنا إن شاء الله نعمل حاجة كويسة طبعاً عندنا مواهب كتيرة قوي في فرع زيفتة وأنا بأمل إن شاء الله يبقوا لعيبة أكبار في النادي الأهلي إن شاء الله وطبعاً المهرجان ما فيش فيها كلام أكتر من التنظيم والحاجة الجميلة والمكان الرائع وطبعاً حاجة جميلة هنا وإحنا بنتشرف أن احنا موجودين في فرع الغرداء بقيادة طبعاً مدير الفرع كابتن تاسير بدوي وطبعاً المنظومة والمداربين كلهم موسيقى